شهدت قبهات ريف محافظة تعز خلال الساعات الماضية تصعيدا خطيرا بالنظر إلى عدد الكم الهائل من التعزيزات العسكرية التي دفعت بها الميليشيات الانقلابية والتي تهدف من خلال هذه التعزيزات إلى إحراز تقدم في هذه القبهات وقطع الشريان الرئيسي لمحافظة تعز هنا في مديرية المقاطرة دفعت الميليشيات الانقلابية بتعزيزات عسكرية كبيرة وحاولت التقدم خلال هذه السلسلة القبلية لقطع الخط الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن قيادة الجيش الوطني أكدت أن الميليشيات الانقلابية فشلت في إحراز أي تقدم وأن الجيش الوطني صد كل هجمات الميليشيات الانقلابية والخط الرئيسي الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن ما يزال تحت السيطرة الجيش الوطني وما يزال مؤمنا حتى الآن وكما تشاهدون الآن الخط الرابط في منطقة هيقة العبد ما يزال سالكا وما زالت حركة المرور نشطة فيه وهو مؤمن بحسب قيادة الجيش الوطني بعد فشل ميليشيات الانقلاب السيطرة والتقدم نحو هذا الخط الذي يعتبر آخر شريان رئيسي يمد مدينة تعز بالإمدادات الطبية والغذائية الذي تحاول الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزياتها العسكرية نحو هذا الخط لإحكام الحصار على مدينة تعز معنا هنا العقيد عبد الحكيم الدربعي قائد جبهة الأحكوم ليطلعنا على الوضع العسكري والميداني في هذه الجبهة وحول الشائعات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إحراز الميليشيات تقدم في هذه الجبهة بسم الله الرحمن الرحيم العدو في الساعات الماضية دفع بتعزيزات كبيرة باتقاه قبال الأحكوم والصوالحة بغية الوصول إلى الخط الرئيسي لكن قواتنا وقوات الجيش الوطني تصدت لهذه التعزيزات ومنيت بخسائر فادحة وتم تصدي لكل محاولات الوصول إلى التباب المطلع على الخط الرئيسي في اتقاه سوق الربوع إذن هكذا هو الوضع العسكري والميداني في هذه الجبهات هذه هي قبال مديرية المقاطرة التي حاولت الميليشيات الانقلابية التقدم من خلالها على قطع الخط الرئيسي وهذا هو الخط الرئيسي الذي يربط محافظة تعزيز بالعاصمة المؤقتة ما يزال تحت سيطرة الجيش الوطني ومؤمنا بشكل كامل على الأقل حتى هذه اللحظة فواز الحمادي قناة بلقيس تعزيز اشتركوا في القناة